لرسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال الفرح إلى قلوبهم كانت هذه الفعالية التي ينظمها صندوق النفقة في سبيل كسر القيود وتخفيف وطأة الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال في فلسطين بدأت الفعالية من نابلس لتجوب محافظات متفرقة في الضفة الغربية اليوم شاركنا تقريبا 450 طفل من محافظات شمال الضفة الغربية الغاية منه إعادة شحذ الهمام لإستقبالهم للمدارس لأن رؤيتنا للأيام الترفيهية التي يقوم فيها الصندوق هي بالنهاية جزء أصيل من تنشئة الأطفال بشكل أكثر يدمجهم في المجتمع تنسجم أهداف اليوم الترفيه مع رؤية محافظة نابلس التي تدعم توجهات صندوق النفقة لتمكين الفئات المستفيدة ومساعدة النساء في تحصيل حقوقهن مساعينا أنه إحنا نخفف من درجة العنف النسائي نحاول نوصل لكل ستة بحاجة للدعم المادي مش عارفة تحصل نفقتها من زوجها من طليقة منساعدها من حصل لها النفقة نعطيها النفقة وبعدين بتم تحصيل النفقة طبعا بالشراكة مع صندوق النفقة إحنا كمحافظة شو بكون عندنا حالات شغلات منحولها لصندوق النفقة وصندوق النفقة ما بيأسروا طبعا برعاية الأخت فاطمة كتير بيساعدوا بيتابعوا حالة السيت شو عندها أطفال بيصرفوا لها نفقة إذا كانت حتى لو طالبت جامعة بتفاهموا مع الجامعات بخصوص دفع أقصات الجامعة يعني بالعموم إحنا منحب زيادة الوعي والثقافة عند المجتمع شو أهمية صندوق النفقة والوعي بدوره يصعى صندوق النفقة من خلال فعالياته إلى التعرف على إبداعات الأطفال ورفع قدراتهم ستجرى فعالية ترفيهية مماثلة في عدد من محافظات الضفة الغربية